هناك يا أخي الكريم نوع من النظرة الدونية لغير السعوديين الذين يعملون في المملكة العربية السعودية ونلاحظ أن إعلاميين كبار وأن بعض المسؤولين في تصريحاتهم يتحدثون بطريقة عنصرية للأسف كلمة الأجنبي هذه الكلمة لا ينبغي أن تطلق على إخواننا العرب ولا على إخواننا المسلمين الأجنبي هذه كلمة ارتبط في ذهننا أنها تعني الأمريكي تعني الغربي تعني أي جنسية أخرى لكن لا يصلح ولا ينبغي أن تكون بين هذه الخطابات في صحفنا في مقالاتنا في التقارير الصحفية في بعض التقارير الإعلامية وعلى مدى سنوات وكلمة الأجنبي ثم بعد ذلك قضية الأجانب أكلوا أموالنا والأجانب أخذوا رزقنا والأجانب احتلوا بلدنا هذا كلام غير صحيح ويخالف الحقيقة مفاهيم الإسلام التي تربينا عليها والتي عرفناها وينبغي دائما أن الإنسان يحذر من مثل هذه الطريقة في التعامل مع الآخرين قضية المواليد التي تحدث عنها الأستاذ محمد يا أخي هؤلاء المواليد في أي دولة في أي مكان بالمنطق بالعقل بالفطرة بالشرع لا ينبغي أن يعاملوا مثل غير السعوديين الذين وفدوا قبل سنة وسنتين وخمس سنوات هؤلاء سحنتهم سعودية أثرت فيهم أجواءنا الصحراوية وأجواء البحر وحياتنا سلوكهم تعاملاتهم لهجتهم ملابسهم أفكارهم كل شيء فيهم ينطق أنهم سعوديون خلص لم يبق بينهم وبين أن يتمتعوا بالحقوق التي يتمتع بها السعوديون إلا أن يمنحوا جنسية صعبة قد يكون هذا لا يمكن حاليا ليمنحوا يا أخي إقامات دائمة أو إقامات لمدة خمس سنوات بلا كفيل يتسلط عليهم بلا كفيل ينتقلون من فترة لأخرى أنا أسألك سؤال يا أخي الكريم لما يعيش في المملكة رجل منذ ستين عاما منذ سبعين عاما وبعضهم قبل حتى الحكم السعودي وإلى الآن وهو يجدد إقامته كل سنة والنظام الجديد للإقامات سنويا تجدد ثم هو يجدد إقامته كل سنة وكفيله السابق توفي إلى رحمة الله ينتقل إلى ولده قد لا يكون الولد جيدا ينتقل إلى كفيل آخر وعين المنطق